يقول إننا نلاحظ في الأسواق نساء كاسيات عاريات ونلاحظ بعض الاختلاق بين الرجال والنساء هل لكم من تيديهم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأحابه أجمعين أما بعد هاتان المسألة تام أن تام ذكرهم السائل وهم الاختلاق بين الرجال والنساء في الأسواق وأن النساء كاسيات عاريات فهذا منكران عظيمان لا يجوز سكوت عليهما بل يجب إنكارهما على حسب الاستطاعه المقدرة قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيجب على أهل السلطة وأهل المسؤولية وولاة الأمور أن يغيروا هذا المنكر بيده ومن لم يكن له سلطة فإنه ينكره بالنساء بأن يبين للناس أن هذا منكر ويعظ ويدكر ويوصح ويبين للناس يأذي أن يهدي الله ومشى من عباده وتبرأ ذمة الناصة فإن لم يكن عنده قدرة على البيان واللسان فينكر المنكر بقلبه ويكره بقلبه ويبتعد عنه وعلى هؤلاء النساء أن يتقين الله في أنفسهم لأن لا يكن من النساء التي أخبر أنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه قال من ثاني من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات حاذيات مائلات مميلات أو سهلنا كأسلمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يحمرنا من هذا الوعيد الشديد أن يقع بهلنا وأن يتسترنا ولا يخرجنا للأسواق إلا عند الضرورة والحاجة الملحة مع التسط الكامل والحجاب الكامل وتجلب المخالطة للرجال لما في ذلك من الفتن وعلى الرجال أيضا من يتق الله وأن يبتعدوا عن مخالطة النساء وعن افتتان بهنك فإن الله أمر الرجال وأمر النساء بغض البصر وحفظ الفرد وأمر النساء بالحجاب قال تعالى كل المؤمنين يعبوا من أبطارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسمعون وكل المؤمنات يغضبن من أبطارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائي بعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية فعلى النساء وعلى الزجال أن يمتثلوا هذه الأوامر بالإلهية لما فيها من الخير والمصلحة لهم ولمجتمعاتهم لا